منذ بدأ يتوسع في العراق والسوريا اعتمد تنظيم داعش نظرية الصدمة والرعب في إطار الحرب النفسية التي يشنها فمن ذبح صحفيين أجانب وتنكيل بجنود عراقيين إلى حرق الطيار الأردني معاد الكساسبة يطور داعش أساليبه لترويع المدنيين والعسكريين على حد سواء نتابع الصدمة، الرعب، الترهيب أي نظرية تلك التي يستند إليها تنظيم داعش وبأي عرف يقتلون الأسرى بلا رحمة لا شك أن الدين الإسلامي يمنع الحرق بالنار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يعذبوا بالنار إلى رب النار وورد رواية بن عباس في البخاري لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل إذا أخذتها بشكل عام وهذا الحديث ليس موجه فقط للإنس يعني ليس موجه للناس فقط حتى عندما نتحدث عن الحيوانات عندما نتحدث عن حتى النمل ونتحدث عن الذر ونسأل عن قضية حرقه بالنار نقول قطعا لا يجوز أن نعذب بالنار قتل الكساس بحرقا هز المشاعر وأجج العواطف وأثار عاصفة من التساؤلات عن أساليب داعش المبتكرة بهدف ترويع الخصوم وإخافتهم في تسجيل قتل الطيار الأردني عملية إخراج عالية الجودة كل لحظة فيها حمالة مغزة يمشي الكساس بوحيدا بين الركام فيعترضه مسلح داعش ثم يقاد إلى قفص وهناك يضرمون النار في جسده لا يكتفي داعش بتسجيل عملية قتل الكساس بوحر ينشر صور طيارين آخرين يقولوا إنه سيقتلهم إن سقطوا بين أيديه هي المشكلة هذه الأفكار وهذه التنظيمات المشكلة لديها في فهم النصوص الشرعية يعني لحظ هؤلاء قالوا قال ابن تيمية ولم يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل في المسلم أن يأخذ من كتاب الله عز وجل وأن يأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى أقوال أهل العلم في تفسيرهم قتل الطيار الأردني الذي يأتي ضمن استراتيجية الصدمة والرعب انتهجها تنظيم الدولة منذ أن بدأ يتمدد ففي تسجيل آخر يظهر داعش الرهينتين اليابانيين هارونا يواكا وكنجيغوتو بلباسهم البرتقالي الذي يحيل لونه إلى لون ملابس سجناء جوانتنامو يقتلان ذبحا ولا يتورع داعش عن نشر صور محورا من الحرب النفسية التي يشنها الأسلوب نفسه استخدمه من قبل مع الصحفي الأمريكي جيمس فولي وعمل الإغاثة البريطاني ألين هينينغ الهدف واحد بث الخوف ووضع هالة لتنظيم لم تعرف المنطقة له مثيلا تنوعت أساليب داعش وتعددت صنوف تنكيله برهائنه فقبل الحرق والذبح رمي من أعلى البنايات وبالرصاص هنا جنود من الجيش العراقي يساقون مكبلين إلى حدفهم التنظيم هذه المرة يخلق الرعب في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سوى داعش يقتل رهائنه وكل من يعترض طريقه بأبشع الطرق مشاهد ليست عفوية هي رسالة قبل أن تكون مجرد إعلان وتسجيل قتل كساسبة ليس النهاية هي بداية حلقة أخرى من مسلسل تنظيم الدولة والآخرين والآخرون جميعهم هدف وضحية محتملة نرحب الآن بضيفينا معنا من عمان وزير الأوقاف الأردنية السابقة الدكتور محمد نوح القضاء ومعنا من القاهرة أستاذة الإعلام في جامعة القاهرة الدكتورة هويدا مصطفى أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مساء الخير مرحبا بضيفي دكتورة هويدا سأبدأ معك مرحبا بك شاهدنا أو على الأقل معظمنا شاهد الشريط الأخير الذي بثه تنظيم الدولة والذي أظهر قتل الطيار الأردني بهذه الطريقة المقززة ما الذي يرمي إليه برأيك التنظيم من عرض ومن التفنن في ابتكار وسائل جديدة في قتل والتنكيل بالرهائن والمحتجزين لديه هل هو يهدف إلى مزيد من الصدمة مزيد من الترويع مزيد من إظهار الرهبة أم ماذا تحديدا برأيك؟ طبعا يعني إحنا شاهدنا قد إيه هذا التنظيم البشع في كل تصرفاته يستهدف في المقام الأول استخدام آلة الإعلام للترويع والإبراز القوة وتخويف والتصعيد من القوة لهذا التنظيم وبالتالي رأينا كيف أنه يجهز كل ما لديه من أسلحة إعلامية لكي ينشر هذه الأفعال من أجل الإعطاء أو تصدير مشهد أن هذا التنظيم لديه قوة كبيرة جدا وأنه تنظيم مسلح وأنه تنظيم يستطيع أنه يصل إلى أهدافه وكلها تدور في إطار التعظيم من إمكانيات هذا التنظيم ومن سيطرته ومن قدراته على تنفيذ أهدافي أيضا هي رسالة يريد بها أن يقول أنه يستطيع أن يصل إلى أي دولة يعني إذا كان هذا التنظيم قد اتخذ من التسمية وهذا برضو إحنا محتاجين نقف عند هذه التسمية التي لا ينبغي أن تروجها وسائل الإعلام هو ليس بتنظيم إسلامي فلابد من مواجهة هذه الحرب المستخدمة في المصطلحات الإعلامية وبالتالي هو يريد أن يرسل رسالة أنه يستطيع أن يصل إلى ليست حدود العراق والسورية فقط ولكنه يستطيع أن يتمدد ويصل إلى الدول المختلفة وبالتالي هذا الإعلام هو أداء قوية جدا يستخدمها ينشر من خلالها هذه الرسائل ليبرس قواته وليسير مزيد من المخاوف والترويع هل برأيك دكتورة هويدا التنظيم يهم ردود الفعل السلبية لدى الجمهور المطلقي لهذه الرسائل أم أن الهدف في نهاية المطاف ليس زيادة شعبية التنظيم وإنما إيصال رسالة الصدمة والترويع هذه التي أشرت إليها طبعا أن هذه الأفعال لا نستطيع أن نقول أنه يبث رسائل إعلامية تخضع لمعايير التقييم بالإيجاب أو بالسلب ولكنها رسائل مقصودة الهدف منها التأكيد على قوته والهدف منها إبراز أنه لديه القوة التي يستطيع أن يصل بها إلى أهدافه فهي ليست رسالة لا نعتبرها رسالة إعلامية وهو لا يستهدف أنه يقدم نفسه على أنه حتى هو تجاوز هذه المرحلة هو يطرح نفسه على أنه قوة عسكرية وقوة ضخمة وليس مجرد تنظيم له أهداف فيروج لهذه الأهداف من خلال إرسال رسائل لأنه القضية التي يحملها هذا التنظيم هي قضية فكرة في المقام الأول هو ينظر إلى هذه الأفعال على أنه يؤكد محاربة لمن يخالفوه في الرأي ويعتبرهم تكفريين ويكفر وبالتالي يستحل هذه الدماء ويستحل هذه الأفعال فليس كل ما يبس هو في إطار أنه تنظيم ينشر فكره بطرق سلمية أو بطرق أن نستطيع أن نتفهم أن له أهداف وبالتالي نقيم هذه الرسالة بإيجابياتها أو سليبياتها هي الرسالة كل الهدف منها حرب نفسية لإثبات قوة هذا التنظيم الدكتور محمد في عمان مساء الخير مرحبا بك معنا دائما في مثل هذه المناسبات الأليمة نسمع الكثير من الأصوات التي تقول أن هذا لا يمثل الإسلام الصحيح وأن الإسلام منهم براء وأنهم يشوهون صورة الإسلام المعتدل السمح وكل هذه الأمور ولكن نقف عند هذا الحد لأن لا نأخذ خطوة إضافية في سبيل تصحيح بالفعل هذه الصورة هذه الجماعات هؤلاء الأفراد يستندون إلى نصوص دينية وفقهية لديهم مرجعيات معترف بها شخصيات معترف بمكانتها الدينية ويستندون إلى هذه المرجعيات كيف يمكن أن نقول ونقلع الناس بالفعل بأنه هذا ليس هو الإسلام الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم بداية ننقل التعزية إلى كل الشعب الأردني وكل الشرفاء في هذا العالم وإلى الأمة الإسلامية أن تكون مصيبتنا بيننا نحن الآن في الأردن سيد الكريم نعاني من مصيبتين الأولى هي استشهاد هذا الطيار والمصيبة الثانية أن يتم هذا القتل على يد من يرفع راية لا إله إلا الله وعند ذلك يصبح نحن بأسنا بيننا شديد ويتم القتل بهذه الطريقة البشعة ومع الأسف أنه يتم بإسم الإسلام وخلال عشر سنوات الأخيرة حاولت دعاء في الولايات المتحدة في كندا في أوروبا أن يغيروا نظرة الناس والشعوب الأوروبية أو الغربية بشكل عام عن الإسلام تأتي مثل هذه الميتة البشعة والصعبة ومثل هذه الطريقة في القتل لتهدم كل صورة الإسلام التي حاولنا بنائها خلال عشر سنوات الأخيرة أو دعنا نقول من أحداث سبتمبر وعندما تشوى صورة الإسلام المشكلة يا سيد الكريم أني بتقديري شخصي أننا الآن نجني ثمرة السياسات الحكومية التي أرادت أن تعزل الإسلام عن الإعلام عن التعليم عن واقع الشعوب وكان سبب عزل الإسلام الحقيقي عن الشعوب أنهم لا يريدون للشعوب أن تكون متدينة وهم يخشون الإسلام فالمشكلة أن هناك ردة فعل معاكسة بحيث أنه العاطفة الدينية موجودة لدى الشباب لكن البعض يقول دكتور محمد يقول هناك جرعة إضافية بالعكس يعني هؤلاء الناس هذه الكتب التي يستند إليها هؤلاء تدرس في مدارسنا البعض يقول هناك جرعة إضافية من هذه المناهج ويجب إعادة النظر فيها من أولها ما رأيك؟ ولذلك دعني أكمل فقط هذه الفكرة عندما تم عزل الإسلام الحقيقي توجه الناس إلى مثل هؤلاء المشعوذين وظهر ما يسمى بالإسلام الرديكالي والإسلام المتطرف مع أن الإسلام هو دين واحد أنا أقول أن هؤلاء الذين ظهروا مؤخرا والجماعات الإسلامية المسلحة أو طبعا الإسلامية بين قوسين المسلحون الذين يدعون الإسلام هم ثمرة إقصاء الإسلام الحقيقة عن الإعلام وعن التربية والتعليم فظهر أمثال هؤلاء ولذلك نحن نقول إذا أردنا أن نعالج الخطأ فلا نعالجه بخطأ أكبر منه إقصاء الإسلام الحقيقي وإقصاء الدعاء المعتدلون وإقصاء الإسلام الذي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن الساحة الإعلامية والساحة التعليمية سيؤدي إلى مزيد من هؤلاء لأننا إذا أخذنا قواعد الإسلام الأساسية لا تجد فيها إلا المحبة والإخوة والإخلاص ومحبة الآخرين ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا أوفوا بالعقود اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا كل هذه القيم الحقيقية مع الأسف تم تغيبها وأفسحنا المجال أن تظهر لدينا الحركات المتطرفة التي تتكلم باسم الإسلام والإسلام منها بريء الطبيعة الدنيوية تأبى الفراغ الطبيعة الدنيوية تأبى وجود الفراغ عزل الإسلام الحقيقي عزل المعتدلين التصيد للعلماء والدعاة المعتدلين وعزلهم عن أنظار الشباب وعزلهم عن أن يخاطبوا الجماهير هو الذي يؤدي إلى أن يمتلئ الفراغ الإعلامي والفراغ الثقافي والفراغ الفكري بأمثال هؤلاء ولذلك أنا كنت قد تقدمت بفكرة إذا كانوا هم يتكلمون باسم الإسلام ويقتلون باسم الإسلام ونحن أيضا نتكلم باسم الإسلام والدعاة الوسطيين وتكلمون باسم الإسلام فلماذا لا نجعل القرآن والسنة حكما بيننا وندعوهم إلى مناظرات عالمية ومناظرات على الملأ وليدلوا بحجاجهم وليدل الدعاة بحجاجهم وعند ذلك نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله هذه المجموعات مقتنعة أنا متأكد وأنت متأكد أنها مقتنعة بما تفعل وأنها تفعل ذلك باسم الدين لكن المفاهيم التي تحدثت عنها مفاهيم الوسطية والاعتدال والمحبة والتسامح اختفت اليوم ما نسمع اليوم هو النحر السبي التكفير الحرق جهاد النكاح هذه هي المفاهيم التي بدأت تترسخ الآن لدى الناس ليس فقط في منطقتنا وإنما في دول العالم عن الإسلام عند ذلك اختفى هؤلاء العلماء ليحل مكانهم هؤلاء المشاعوذون ولذلك يا سيد الكريم يجب على الدول العربية الآن أن تعيد نظرها في المناهج التي تدرس هذا رقم واحد الأمر الثاني يجب عليها أن تعيد النظر في بعض الواجهات الدينية المهترئة التي لا تمثل قناعة لدى الشباب وليست لديها مقدرة على إقناع الجيل الصاعد وليست لديها مقدرة على التخاطب مع الجيل الصاعد وليست لديها المقدرة على مواجهة الجماهير يجب هؤلاء أن نعيد النظر في خططنا الدينية والإعلامية والفكرية وعند ذلك يصبح هناك تحصين لا تستطيع مطلقا أن تقضي على الشر من الكرة الأرضية لا تستطيع أن تقضي مطلقا على من ينتحلون صفة الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج في غزوة أحد كان معه ألف مقاتل ورجع من الطريق ثلاثمائة أنت تتكلم عن ثلاثين بالمائة من المجتمع في زمن النبي كان يحمل صفة النفاق ولذلك نحن لا نستبعد في زمننا ونحن في القرن الخامس عشر للهجرة أن يكون لدينا مغرضون ويكون لدينا أصحاب أجندات ولكن بدلا من أن تتحدث عن الشر وبدلا من أن نلعن الظلام فلماذا لا نوقد الشموع لماذا لا يتم إعطاء جرعة من الثقافة الدينية المعتدلة ونتكلم هنا عن الثقافة الدينية المعتدلة وليست ثقافة القتل لأن القتل ليس من ثقافة المسلم ويسفك الدماء ليس من ثقافة المسلم وقتل الأسرة هو مناقض لهذه الفكرة فقط قتل الأسرة هو مناقض لنص القرآن الكريم عندما ذكر الله عن ججر قائلا ويطعمون الطعام على حبيه مسكينا ويتيما وأسيرا سأعود لأسألك عن ما يطالب به البعض الآن هناك مطالبات لدى البعض بمراجعة حقيقية نقد ذاتي حقيقي لبعض المفاهيم والمسلمات التي يستند إليها رجال الدين ولكن دعني قبل ذلك أن أعود إلى القاهرة مع الدكتورة هويدا الدكتورة هويدا متابعة لما طرحت مع الدكتور محمد وفيما يتعلق بالجانب الإعلامي هذه الرسائل التي توجهها داعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة ليست فقط تهدف إلى نشر الرعب والترويع والترهيب ولكن هناك رسائل تخرج إلى العالم الخارجي إلى العالم خارج منطقتنا العربية والإسلامية تعطي صورة معينة عن ما يسمى بالدين الإسلامي كيف يمكن التعامل مع هذه المسألة للحد من الأضرار إذا جاز التعبير التي تلحقها هذه الرسائل طبعا مواجهة هذه التنظيمات هي المواجهة تحتاج إلى مواجهة شاملة يعني أنا أتفق مع دكتور محمد عندما ذكر أن مؤسساتنا التعليمية والإعلامية بحاجة إلى مراجعة لسياستها والخطاب الديني أيضا بحاجة إلى مراجعة نحن أيضا بحاجة إلى مراجعة ونقد ذاتي كيف نصل بصورتنا إلى الخارج عندما يكون هناك فراغ لا يعبر عن صورة حقيقية للمجتمع الإسلامي فبالتالي أي تنظيمات تستطيع أن تملأ هذا الفراغ بأفكارها بتطرفها بما تقدمه هي أو ما تراه من أفكار تقدم به نفسها إلى العالم وبالتالي تنطبع هذه الصورة على المجتمع الإسلامي وعلى المجتمع العربي نحن بالفعل استمرنا فترة طويلة جدا نتحدث عن صورة العالم العربي صورة الإسلام في العالم ونعاني من تشويل هذه الصورة لكننا لم نستطع أن نقوم بأي مبادرات تستطيع أن تستخدم الأدوات الإعلامية الدولية والخارجية لتصحيح هذه الصورة لتقديم الصورة الصحيحة لتصحيح المفاهيم التي للأسف تروجها وهذه التنظيمات باستخدامها تكنولوجيات الاتصال الحديثة وبقدرة على اختراق الوسائل الإعلام الدولية وبالتالي تكون هذه الصورة المصدرة هي الصورة التي تنطبع عن العالم الإسلامي فنحن نتحدث كثيرا يعني كل ما تحدث حادثة كبيرة بسبب الإرهاب الفكري وبسبب هذه التنظيمات تكون هناك نبرة انفعالية قوية أنه سيتم المواجهة وبقوة وبحسب لكن بتنحصر بعد ذلك هذه المبادرات أو هذه اللغة ولا نستطيع أن نجد شيء ملموس على الأرض الواقع لا يوجد تعاون إعلامي على سبيل المثال العربي لتقديم صورة صحيحة عن المجتمع الإسلامي وعن الإسلام بشكله الصحيح لا نجد تعاون حقيقي لأننا عندما نتحدث زائما عن الإرهاب نتحدث عن المواجهة الأمنية فقط هي مواجهة مهمة جدا ومواجهة العسكرية مواجهة مهمة لكن المواجهة الفكرية هي التي تستطيع أن تبني على المستوى البعيد أو على المدى البعيد صورة حقيقية أين نحن من هذا الإعلام الدولي نحن لا نتواجد إطلاقا في هذا الإعلام أين التنظيمات العربية يعني لدينا مثلا اتحاد للإذاعات العربية لدينا جامعة الدول العربية لديها لجان إعلامية لدينا هيئات إعلامية خارجية لا تستطيع أن تتواصل مع العالم الخارجي وتقدم الصورة الصحيحة فلابد أن يكون هذه المواجهة لهذه التنظيمات مواجهة على مستويات مختلفة وأيضا نحتاج أن نعيد النظر في مناهجنا العلمية ومناهجنا الدينية وماذا يصدر من هذه المناهج في وسائل الإعلام يعني نحن نرى في وسائل الإعلام دائما تركيز على الجانب يعني على بعض الأشياء التي أو بعض الفتاوى المتطرفة وأيضا بيخصص لها مساحات كبيرة لدينا شهدنا مثلا على سبيل المثال في المجتمع المصري نمو لقنوات دينية متطرفة نعم ولكن هذه الفتاوى دكتور هويدا وهذا ما كنت أود أن أسأل الدكتور محمد عنه هذه الفتاوى التي يستند إليها هؤلاء هي جزء من أدبيات الفقهية التي يتعامل بها على من الإسلام اليوم لا أدري إذا كنت شاهد الفيديو دكتور محمد مقتل الطيار الأردني في نهاية الفيديو كان هناك فتوى أو نص معين مأخوذ واستند إليه هؤلاء عن ابن تيمية يعني هذه الشخصيات بالنسبة لهؤلاء أهم من أبو بكر أهم من عمر وأحيانا أهم من الرسول عليه السلام البعض يتساءل اليوم هل حان الوقت للقيام بمراجعة ونقد ذاتي جريء وحقيقي لبعض النصوص وبعض المفاهيم وبعض المرجعيات وبعض الفتاوى التي هي جزء من هذه الأدبيات الفقهية اليوم والتي يستند إليها هؤلاء سيد الكريم أولا المرجع لدينا في تشريع الإسلامي هما القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهما يمثلان محور أدبيات الفقه الإسلامي ومحور أدويات أدبيات الإفتاء في الشرع الإسلامي وما عدا القرآن والسنة لدينا المذاهب الأربعة التي هي أيضا المدارس الأربعة التي من خلالها فهمنا القرآن والسنة ما عدا عن المذاهب الأربعة والقرآن الكريم والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كتب موضوعة يؤخذ منها ويرد عليها هذا النقطة النقطة الثانية أن ما يفتي ببعض الفتاوى مثل شيخ الإسلام ابن تيمية قد يكون أفتى في قضية محددة في وقت محدد وظرف محدد وزمن محدد ولا يجوز أن تكون هذه الفتوى معممة هذا إن صح الكلام عن ابن تيمية فيما أفتى به ولذلك نحن يجب أن يكون الحكم لدينا هو القرآن الكريم والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمذاهب الفقية الأربعة التي تلقتها أمة الإسلام بالقبول والتي تمثل النظام العام لفهم القرآن والسنة وما عدا عن ذلك فكلامه مردود عليه ومن هنا نحن دائما أبدا حتى في مجال الطب في مجال الهندسة تجد أن هناك مدارس أصلية وهناك أناس متطفلون على تلك المدارس يضعون كتبهم الشرع الإسلامي أيضا يعاني من نفس الطريقة أنا أدعو في هذه المناسبة إلى إعادة النظر فيما يدرس لطلابنا في المدارس رقم واحد ورقم اثنين أنا أدعو مرة أخرى إلى أن نفسح المجال إعلاميا يا سيد الكريم أمام الدعاء الوسطيون أن ينقلوا رسالة الإسلام الحقيقية إلى الشعوب أنت اليوم من خلال هذه التنظيمات لا تتحدث عن حزب أنت تتحدث عن فكرة عابرة للحدود أنت تتحدث اليوم عن فضاءات مفتوحة ووسائل اتصال اجتماعي مشكلة هذه التنظيمات أنها تحمل فكرا والفكر لا يمكن أن يقاوم بالناحية الأمنية فقط مع أنها مهمة جدا ولكن أيضا نحتاج أن نطعم عقول الشباب الصاعد أمام هذه التنظيمات وأمام هذه الأفكار وأن نريهم ما هو الحق وما هو الباطل وعندما يتعرف شبابنا على ما هو الحقيقة عندما يدعون إلى الباطل سيرفضون رفضا ذاتيا لتقبل مثل هذه الأشياء الآن الفضاء الإعلامي العربي مع الأسف هو في انحدار أخلاقي وانحدار ثقافي وانحدار أيضا في الذوق العام وعند ذلك يصبح المجال قوي للمتطرفين ويتخذون من هذا الإعلام حجة بأن هذا يمثل إعلام الدولة الكافرة ويمثل إعلام المجتمع المنحرف الذي يحتاج إلى تصحيح شكرا جزيلا لك دكتور محمد نوح القضاء وزير الأوقاف الأردني السابق كان معنا من عمان وشكرا لضيفتنا من القاهرة الدكتورة هويدة مصطفى أستاذة الإعلام في جامعة القاهرة موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاي نيوز عربيا نلتقي على رأس السعر